شالهات الورد وجهتك في مدينة الورد سوف نصحبك في جولة تعذفية داخل شالهات الورد تتميز شالهات الورد بفناء واسع وفسيح مجهز بمسطحات خضراء من العشب الاصطناعي الفاخر بالإضافة إلى شجيرات عطرية طبيعية لإضفاء الحيوية والانتعاش على مرتدي المكان كما يوجد بوابة اوتوماتيكية لدخول السيارة بالإضافة إلى باب جانبي للدخول تكتمل المتعة والانتعاش في المسبح المغلق بواجهة زجاجية ذات عرض كامل تطل على المسطحات الخضراء إلى الداخل يوجد صالة جروس بمدخل مستقل وبمساحة تبلغ ستة أمتار عرضاً وسبعة أمتار طولاً الجلسات من الكنب الحديث والمريح بشكل حرف إل يتسع لأكثر من خمسة عشر شخصاً يميز المجلس ديكورات هادئة وعصرية مع إضاءات ملونة يمكن التحكم بها باستخدام الريموت كنترول يأتي المطبخ بنظام مفتوح على صالة الجلوس ويحتوي على كل ما يتطلبه المطبخ الحديث مع نظام شفط الهواء لضمان عدم انتشار رائحة الطبخ في المكان كما يحتوي المجلس على أشاجة عرض كبيرة مزودة بقائمة متنوعة من القنوات الفضائية وإطلالة رائعة على المسبح والمسطحات الخضراء يحتوي الشالي على دورات مياه ومقصرة قريبة من صالة الجلوس تحتوي على كرسي عربي وإفرنجي وسخان مياه ومروش بالإضافة إلى الغسالة غرفة نوم الأطفال مزودة بفرش أرضي وإضاءات هادئة وتحتوي على ثلاثة أسرة مفردة ودولاب واسع للملابس غرفة النوم الرئيسية مزودة أيضا بفرش أرضي وإضاءات هادئة وتحتوي على سرير مزدوج ودولاب واسع للملابس بالإضافة إلى طاولة زينة بمرأة كبيرة دورة مياه ومقصرة إضافية بجوار غرفة النوم الرئيسية والمجلس الرئيسي تحتوي على كرسي عربي وإفرنجي وسخان مياه ومروش المجلس الرئيسي يحتوي الشالي على مجلس رئيسي يشمع بين الطراز الحديث والجلسات الأرضية العريقة بمساحة خمسة أمتار عرضاً وثمانية أمتار طولاً ويتسع لأكثر من عشرين شخصاً مع إطلالة واسعة على المسطحات الخضراء ويحتوي المجلس على مدخلين نسعد باستقبال طلبات الحجز والاستفسار على قنوات التواصل التالية شاليهات الورد وجهتك في مدينة الورد ترجمة نانسي قنقر